اشتركوا في القناة ايضا سيب بن عبدالله الحبسي هذا النموس اعلنت في هذه اللحظات انطلاقت شوطا جديد من اشواط الاذاع الشوط الثاني للاذاع البكار شوطا لا يقل اهمية عن الشوط السابق يحمل اسماء عديدة وشعارات مميزة اتت من مختلف محافظات السلطنة للمشاركة بهذا السباق اذا اعزائي المشاهدين سنحاول ان نلحق ونتعرف ونعطيكم الوصف الكامل والواضح عن ما يدور من احداثه من خلال رحلتنا وهي الخمسة كيلو مترات هذه التي تصدر العنود علي بن احمد بن علي الحبسي من خذة المركز الاول بدت تسيطر على مجريات الامور من بداية الانطلاقة بينما المركز الثاني الشاهنية حمد بن سويدان بن سالم الغفيلي في المركز الثاني والمركز الثالث سرابة خالد بن حمد بن سعيد السناني في المركز الثالث المركز الرابع هملوله سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز الخامس هناك تواجد من الشهنية محمد بن عامر بن حمدان المالكي والمركز السادس تصل في هذه اللحظات اهتمام سليم بالعبد بن علي الزرعي في هذه اللحظات في المركز السادس والمركز السابع مياس سعود بن حمد بن علي اليديلي تواجدت في المركز السابع والمركز الثامن شواهين سامي بالحمد بسالم الدرعي في ثامن المراكز والمركز التاسع لصالح الشهنية حمداء بن حميد بن هلال العسكري والمركز العاشر أيضا التواقد من نسيم سالة بن محمد بن سالم الشبيبي هكذا هي النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة في هذا الشوط وما زالتها المسيرة تسير مسيرة الإذاع في شوطها الثاني حاملة معها هذه الأسماء نخبة الإذاع التي تشارك بالشوط الثاني والقيادة والسيطرة هراها مع العنود ومالكة علي بن أحمد بن علي الحبسي من يقدم العنود من بداية الانطلاق في المقدمة وفي الصدارة إلى حد هذه اللحظات هي في مقدمة الشوط بينما المركز الثاني سرابة ويتواجد خالد بن حمد بن سعيد السناني في المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث تصل في هذه اللحظات الشهنية حمد بن سويدان بن سالم الغفلي وصلت هملولة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي اختطفت المركز الثالث وبمعيتها أيضا اهتمام سليب العبد بن علي الزرعي في المركز الرابع والمركز الخامس سرابة والمركز السادس سأجد هناك اسم جديد وهي الشهنية لمحمد بن عامر بن حمدان المالكي هذه ستة الأسماء الأولى والمركز السابع لصالح الشهنية مترف بن حمد بن سالم المالكي في سابع المراكز والمركز الثامن اسم جديد بدأ بالتدخل والظهور الشهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي خذت المركز الثامن في هذه اللحظات والمركز التاسع سمي ياسي سعود بن حمد بن علي اليديلي والمركز العاشر شواهي سامي بن حمد بن سالم الدرعي هكذا هي نتيجتنا للمرة الثانية في هذا المسار نعود إلى المركز الأول ولحظة التغيير والانطلاق قرى المقدمة والسيطرة تغيرت لصالح الشهنية لحمد بن سويدان بن سالم الأغفيلي هو من غير المركز الأول وبدأ يسيطر على مجريات أمور الشوط الثاني بينما المركز الثاني وصلت اهتمام بدأت تتقدم أيضا إلى المركز الثاني سليب بن عبد بن علي الزرعي في المركز الثاني والمركز الثالث العنود علي بن أحمد بن علي الحبسي في المركز الثالث في هذه اللحظات والشاهنية لمحمد بن عامر بن حمدان المالكي أتابعها هي من تتواجد في المركز الرابع إذن هذه المجموعة الرباعية الأولى التي تتقدمها الشاهنية لحمد بن سويدان بن سالم الأغفيلي هي التي ما زالت في المقدمة إلى حد هذه اللحظات والمركز الثاني اهتمام سليب بن عبد بن علي الزرعي والعنود علي بن أحمد بن علي الحبسي والشاهينية محمد بن عامر بن حمدان المالكي انتظمت المسافة المقررة لهذا السن خمسة كيلو مترات اقضى نصفها والمتبقن نصف الآخر مسافة كافية لكي نرى الشعارات المتأخرة بالانطلاق بالظهور وملاحقة المجموعة الأولى التي تتقدمها الشاهينية لحمد بن سويداب بن سالم الغفيلي ولكن اهتمامها رأيها بدت بالضغط القوي المباشر لحظة التغيير في هذه اللحظات من اهتمام سليب بن عبد بن علي الزرعي هي مغيرت في هذه اللحظات خذت المركز الأول تراجعت الشاهينية للمركز الثاني لحمد بن سويدان بن سالم الغفيلي الشاهينية من الجانب الآخر تتواجد لمحمد بن عامر بن حمدان المالكي والعنود في المركز الرابع علي بن أحمد بن علي الحبسي والمركز الخامس الشاهينية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي خذت خامس المراكز والمركز السادس الشاهينية أو شواهين سامي بن الحمدي بن سالم الدرعي في سادس المراكز والمركز السابع سرابة خالد بن حمد بن سعيد السناني والمركز الثامن تصل في هذه اللحظات الشاهنية غالب بن علي بن محمد الشالولي تتواجد في هذه اللحظات في المركز الثامن والمركز التاسع هملول سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي والمركز العاشر مياس سعود بن حمد بن علي لديلي نعود مع اهتمام التي في المقدمة وفي الصدارة حامل رقم 12 اهتمام سليب بن عبد بن علي الزرعي ما زالت في المقدمة وبدأت تسيطر على مجريات الأمور يا سلام الله يهتمام بينما الشاهنية حمد بن سويداء بن سالم الغفيلي ما زالت في المركز الثاني لكن تابع لي هذا الاسم القادم الذي ينتقل من موقعا إلى أفضل ها هو الآن أراها شيء شاهده يصل إلى المركز الثاني وهي الشاهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي يا سلام تنتقل ما بين المواقع واتصل إلى المركز الثاني عينها إلى المقدمة والصدارة ولكن المالكي من الجانب الآخر الشاهنية محمد بن عامر بن حمدان المالكي ووصل الدرعي مع الشواهين سامي بالحمدي بن سالم الدرعي يا سلام الله 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 يا هذه المجموعة الربعية الأولى اللي في المقدمة بقيادة اهتمام ولكن الشاهنية الشاهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي اللي مغيرت مع دخولنا في أجوال كيلو الأخير ولكن شواهين يا سلام بالحمدي قادم مع شواهين صاحبة الأرضية تأدي أحلى الأداء على أرضية هذا الميدان تنتقل إلى المركز الأول في هذه اللحظات شواهين سامي بالحمدي بن سالم الدرعي ما شاء الله أيضا الشاهنية حمود بن علي بن سعيد الوهيبي خذت المركز الثاني في طريقها للمقدمة المركز الثالثة الشاهنية لمحمد بن عامر بن حمدان المالكي والاسم القادم الشاهنية غالب بن علي بن محمد الشالولي وتعود اهتمام ولكن شواهين الله يا شواهين سامي بالحمدي بن سالم الدرعي الذي يقدم شواهين بهذا المستوى الجميل ولكن تعود الشاهنية واهتمام تصل في هذه اللحظات من الجانب الآخر اسم جديد وحاملة رقم سبعة سرابة سهيل بن حمود بن علي الوهيبي خذت المركز الثاني في طريقها لتغيير مجريات الأمور وموازينه مع 400 متر الأخيرة ولكن شواهين صامدة سامي بالحمدي بن سالم الدرعي ولكن سرابة سهيل بن حمود بن علي بنظيمه الوهيبي بن نظيمه من يغير في هذه اللحظات مع 300 متر الأخيرة الله 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 بالفعل سرابة هي مغيرت مجريات الأمور وانطلقت بالمركز الأول ولكن محاولات شواهين ما زالت قائمة للتغيير في اللحظات الأخيرة ولكن سرابة شواهين سرابة شواهين واللحظات الأخيرة الفاصلة على خط النهاية شواهين من استعادة الموقع من اختطفة المركز الأول سامي بالحمدي بن سالم الدرعي تهانين له والناموس بمناسبة هذا الفوز وهذا الانجاز والانتصار المركز الثاني سرابة سهيل بن حمود بن علي الوهيبي المركز الثالث أيضا الشاهنية حمداء بن حميد بن هلال العسكري والمركز الرابع الشاهنية أو اهتمام سليب العبد بن علي الزرعي هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوت تهانينه والناموس لسامي بالحمدي بن سالم الدرعي بمناسبة فوز شواهين في هذا الشوت شوند شكر شكرا شيند